موسيقى 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 بعد ما عملنا كل التمارين دية جاء دلوقتي بقى الخطوة الاخيرة خالص وهي ان احنا نجمع كل اللي احنا كتبنا ده وكل اللي احنا عملنا ده ونحدد رؤيتنا مهمتنا في الحياة استراتيجيات حياتنا واولويتنا في الحياة او ركائز او اعمدة حياتنا ونستخلص من كل ده اهدفنا الخاصة بكل ركيزة من ركائز حياتنا ونحدد لكل هدف ايه هي الموارد اللي انا محتاجة وهل هي متاحة ولا غير متاحة ولو غير متاحة ازاي هحصل عليها وكمان ايه العادات الجديدة او العادات القديمة اللي مرتبطة بتحقيق هذا الهدف كل ده هبتدي احطه على الورق وفي نموذج مرفق بيشمل كل الامور دي تحت ثقف واحد ودي هتكون الخطة الاستراتيجية النهائية اللي هتمكني من الوصول لحلمي وتحقيق اهدافي ارجو ان انتو تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات الاعمال انا استمتعت جدا بتصميم البرنامج وكمان بتدريس المادة دي ليكم ودايما بستمتع بتفاعلي معاكم واسئلاتكم وبصراحة يعني انا استفدت جدا جدا من بعض الاسئلة اللي المشاركين حطوها وبعض الملاحظات كمان ودايما دايما هتلاقوني بحسن في البرنامج وبضيف جديد اشكركم واتمنى اشوفكم في برنامج اخر